أطلقت وزارة البيئة من محمية وادي دجلة حملة حكاوي من نسها لدعم المجتمعات المحلية بالمحمية الطبيعية لتحقيق سبول عيش مستدامة يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر بأسبوع دعم الاستثمار البيئي ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمية نحو تسليط الضوء على طراث الثقافي الغني للسكان المحليين الذين يعيشون في المحميات الطبيعية وما حولها جاءت حملة حكاوي من نسها لدمجهم في مجال السياحة البيئية من خلال الترويج لخدمتهم ومنتجاتهم الفريدة لضمان تحسين سبول العيش والاستدامة نستهدف في هذه الحملة أن نوري 11 قبيلة من القبائل التي تسكن وتصون وتحفظ المحميات الطبيعية من ناحية أكلهم شربهم طراثهم لغتهم وإزاي أنهم قادرين يحفظوا على هذه التقاليد وفي نفس الوقتهم جزء من المحمية فقد دهشتوا واستمتعتوا للغاية بطراث مصر الثقافي وخاصة فيما يتعلقوا بالحفاظ على مواردها الطبيعية وكيفية التعامل مع المحميات الطبيعية إنني سعيدوا للغاية في كوني جزءا أساسيا من تلك المشاركة ومن تلك الحملة الدولية كذلك الحملة تربط بين التراث الثقافي والأصول والتقاليد والمأكلات والحرف اليدوية والموسيقى من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية القصيرة بهدف التعرف على القبائل المختلفة في محميات مصر الطبيعية إحنا بدأنا من سنتين ونص بإطلاق حملة إيكو إيجيبت وهي بتركز بشكل كبير جدا على 13 محمية يمكن خدناهم بالدور من خلال حملة على السوشيال ميديا نحن بناخد محمية محمية بنتكلم على الموارد الطبيعية الموجودة إيه أشكال الموارد الموجودة إيه أهميتها إيه اللي يخلي السائح ييجي وتمتع بيه ده كان أول محور وهو محور هتشوف إيه داخل محمية تاني محور هو هتعمل إيه داخل المحمية وهو الأنشطة اللي ممكن تعملها وتستمتع بيها داخل المحمية مش هتلاقيها في مكان تاني تغطي حملة حكاوي من نسها خمس مناطق مختلفة في جميع أنحاء مصر من جنوب سيناء إلى قبائل الساحل الشمالية